وليت منوبا من قبل وحدات الحرس الوطني وين كانوا يستعدوا لاستعمالها في أعمال الشغب وفوضى بعدد من مناطق الجهة المتهم الرئيسي في القضية هذه اعترف بأنه مع مجموعة تتكون من عشر أشخاص تتروح عمرهم بين 18 و 30 سنة حذروا المولوتوف بش يستعملوا في أعمال شغب وعنف بالجهة معطيات الأولية تفيد بأن المتوارد عمره 27 سنة هو من متساكني وليت منوبا وخطت رفقة أصحابه لإقامة أحداث شغب بهدف إثارة البلبلة في دور هيشر وفي ويدليل والحقيقة معناها جدل كبير بخصوص هذية تم الإذن بإيقاف المجموعة هذه والأبحاث ما زالت متواسلة والله يجب كلك نحكيه على الموجة الأولى والموجة الثانية في الكورونا إن شاء الله ما تكونش الموجة الثالثة هو الأعمال الإرهابية والإنفلاتات الاجتماعية اللي نعرفها عادة ما تكون مجال لظهور وتسلل خاصة الأجندات الإرهابية يلزمنا نقولوها ونعودوها نشكروا برشة المؤسسة الأمنية في تونس اللي قاعدة تخدم بانتباه ويقظة كبيرة برشة والكشف على الوكر الإرهابي هذية من نجم كان يخلينا نزيده ندعم ونثمنه المجهود الأمني اللي موجود اليوم في تونس يبقى حاجة الله ما نتمناش أن نقولها أما مالوريزمو هذا هي واجبنا إن شاء الله ما ناش قاعدين يعيشوا في نوع من التجاذب على وزارة الداخلية لأن وزيرها معين من طرف رئيس الجمهورية وفما معلومات وكلهم قاعد يتقال أنه دفع المؤسسة الأمنية إلى مواجهات باش بعد يتم تحميل المسؤولية إلى وزير الداخلية ومن وراءه إلى رئيس الجمهورية ماذا بينا؟ معناها نترفعه على كل ما هو عنده وعلاقة بالأمن الوطني وبالأمن القومي وما ندخلوشه في خصوماتنا السياسية وفي تجاذباتنا السياسية معناها توا شوفنا الحملة اللي صارت على الأمنيين ما كانتش كلها بريئة وما كانتش فقط لأجل معناها مجلة حماية معناها الأمنيين لا لا يبدو أنه وراء الأكمة ما وراءها ما حبيتش نقوله الكلمة ذي وإذا نقوله نقوله توا بكل تحفظ إن شاء الله معناها ما نهبتوش للمستوى هذين متوليش عنها حرب وزارات وتصفية حسابات معناها على خاطر ولأول مرة وزارة الداخلية تهرب من يد حزب ظل لمدة عشر سنوات يتحكم فيها ولحظة اللي مشيت عند لطفي إبراهم التهمة لطفي إبراهم بالانقلاب وتم عزله وقام بالهاته العملية سيد يوسف الشاهد كهدية لحركة النهضة إبراهيم أنا أقول زيدا إن شاء لما نصلوش هلام يسمى بحرب العصابات وحرب الشوارع اللي ساعات نسمعوا بها في بعض البلدان خاصة في أمريكا الجنوبية وفي بعض حتى البلدان الأفريقية لأنه ما فماش حاجة توا إذا كان إحنا نعمل الترتيب ما بين الأمن والحرية والخبص وتلقى الأمن يجي هو كمطلب رئيسي وأساسي بالنسبة لكل مواطن وشفنا إحنا بعض الجرائم الشنيعة مثل الجريمة متاع الرحمة هكا الجريمة هديكا بعض الجرائم الشنيعة وشفنا أيضا خاصة فيما يتعلق بالتجارة متاع المخدرات اللي هي توستشرات ونلقاوها حتى أمام المؤسسات التربوية وفما أحسائيات تقول وأنه فما تلامد حتى في سنة 13 عام اللي هما قاعدين يتناولوا في المخدرات وفما فيهم حتى من يروج أحيانا خلصة لأن هذا الخطر لجانب الإرهاب هذا الخطر الداهم اللي يهدد المجتمع لأنه ما فماش ما أخطر من هذا إذا كان نمسوا الشباب متاعنا إذا كان نمسوا الأطفال متاعنا وخاصة التلاميذ المتمدرسين إذا كان نمسوهم بمثل هذا الخطر راهوا يا خيبة المسعة ووقتنا وقل لك المجتمع معناتها انخرناه من الداخل ويصحب فيما بعد ربما عملية أي إصلاح سواء إصلاح تربوي أو إصلاح فيما تعالى قضى علي ولا غير كان عندي نيدات سيدة رئيسة جمهورية وهو يجتمع بمجلس الجيوش الثلاث كنت تمنيت في مناسبات سابقة أنه تكون عنا جيش رابع وهو الجيش الرقمي يعني اليوم التهديدات اللي جينا عن طريق التواصل الاجتماعي واللي تقريبا صارت هي التحكم حتى في القرار السيادي وشفنا الدور اللي عبدته في الانتخابات الإخرانية دور خطير جدا لماذا نقول لك لماذا؟ لأنه بعض القيادات الأمنية الكبيرة في درجها معاهم قال لك أنه جديد العصابات هذه اللي قال حكيوا عليها سواء عاديين أو إرهابيين تنسيق متاحها قاعد يتم عن طريق الفيسبوك عصابات تتشكل شفتوا اللي صار في منوبة تلقى عندهم زادة فروع والتنسيقيات في جهات أخرى وبالتالي يكفي كليك بش يخرجوا لكلها فرد وقت وهكاكا ربما يخرجوا حتى عن السيطرة يخرجوا على السيطرة وتكون الفوضى التامة ما نحبش نمشي أكثر في التفاصيل أما جيش رقمي يا سيادة رئيس الجمهورية هذا ما ندعوك إلى معناها إنجازة وهكا على الأقل تكون المدة الرئاسية انتها كمليتها بالفم والاملاه اليوم ثلاثة جيوش معالتش يكفي الجيش الرقمي وكان مطلوب رفعه للأمانة سيد عطفة تهمورو في بحملته الانتخابية الرئاسية ماذا بينا سيدة رئيس الجمهورية تمشي في رقمنت الجيش التونسي والتصدي للمخاطر الكبيرة من الداخل ومن الخارج شكرا مجز مذيساعة لكو تكور ورجعين استقبل ضيفنا